تحديات كثيرة فرضتها أسلحة الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة والتي تنظر بمنافسة شرسة عنوانها الصدارة للأذكى الصناعيا فمع دخول هذه الأسلحة في سباق التسلح بين بكين وواشنطن والذي أحدث نقلة نوعية في الاستراتيجية الحربية الصينية على المستوى التكتيكي والعسكري كشف تقرير صادر عن صحيفة الجارديان عن قلق أمريكي من أن تستخدم بكين هذه التقنية في السعي وراء السلطة لتحل محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى للذكاء الاصطناعي في العالم من خلال أسلحة تقنية يمكن الاعتماد عليها في الحروب المستقبلية فالجيش الصيني يسعى لتعميم مفاهيم حرب الآلات الذكية أو حرب الروبوتات المقاتلة المؤهلة لتنفيذ العديد من العمليات العسكرية من خلال روبوتات ومعدات صغيرة مجهزة بمدافع رشاشة ونظم رؤية ليلية وسواريخ وأجهزة استشعار للقيام بالعديد من المهمات في الخطوط الأمامية وفقا لمعظم المقاييس التي تعتمد عليها مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن فإن احتمال وصول الصين إلى الذكاء الاصطناعي العام قبل الولايات المتحدة يبدو وكأنه تهديد وجودي للهيمنة الأمريكية فتحركات الصين التي تسعى لتكون مركزا للابتكار في مجال أسلحة الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 يمكن أن تؤدي إلى سباق تسلح جديد تغذيه الأجيال القديمة من التكنولوجيا وسط مخاوف تتعلق بالخيارات السريعة التي تتخذها الأسلحة الذكية من دون تدخل بشري لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر